اشتركوا في القناة بسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي شدد على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق مع الكويت كما أكد الرئيس سيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري من جانبه نقل وزير الخارجي الكويتي إلى الرئيس سيسي رسالة خطية من أخيه الشيخ نوافل أحمد اللقابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الأعرابة عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة والتقدير البالغي للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية الأردن وفلسطين مستجدات القضية الفلسطينية هذا وتم التباحث وبحث سبل إعادة الانخراط في مسار السلام وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الاستقرار في المنطقة كان وزير الخارجية سامح شكري قد استقبل بقصر التحرير نظره الأردني أيمن الصفدي بحثا لجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين فضلا عن التنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية المتلاحقة في ضوء التوافق لرؤى بين القاهرة وعمان حيالها تتواصل وفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي في نسخته الأولى وينعقد المؤتمر تحت رعاية لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت وزارة الزحة تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية وتحاليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة 13 حالة جديدة إضافية إضافة إلى خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات هذا وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 291.172 من ضمنهم 244.262 حالة مشفاؤها و16.824 حالة وفات في المغرب أعلن وزير اللاداخلية نتائج الأولية للانتخابات بعد فرز 96% من الأصوات حيث تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 مقعد بالبرلمان وجاء في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة ب82 مقعد ثم حزب الاستقلال ب78 مقعد في حين تراجعت حصة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعد إلى 12 مقعدا فقط ختمنا مشاهدين الكرام للمزيدنا الأخبار يمكنكم دائماً متابعة موقعنا على الانترنت أكسرانيوز تي في كما يمكنكم مطابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام كذلك يوتيوب شكراً لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله وأترككم مع هذا اللفاصل ثم نعود استكمال ما تبقى من هذا الصباح